أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحزنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتعون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهيم وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستشبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأهمي ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ظلال مبين ولقد آتينا نقمان الحكمة أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال نقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديه إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مضجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تكون ثقال حبة من خدر فتكون في صهرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وامر بالمعروف وانهى عن المنكر وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واغسد في مشيك واضد من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطلة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعيد ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن وهو محسن فقد استمسك بالعروة البثقاء وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات السدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبعر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأمن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العرج الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موجوك الظلل ذعبوا الله مخلصين له الدين فلما نداهم إلى البذل فمنهم مقتصر وما يجحد بآياتنا إلا كل خدار كفور يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْيِ نَفْسٌ بِأَجْلِ أَرْضٍ تَمُونَ إن الله عليم الخبير